السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله رحلات اقل من 250 يورو من فرنسا الى الجزائر هل يجب عليك الحجز؟ خلال الايام القليلة الماضية كان مستخدم الانترنت يشاركون عروض الرحلات الجوية الى الجزائر باسعار تقل عن 250 يورو على الشبكات الاجتماعيات لدى المسافرين العديد من الاسئلة حول هذه الرحلات الجوية استؤنفت الرحلات الجوية الدولية مع الجزائر منذ الاول من يونيو ويخش الجزائريون سيناريو مشابه لما حدث في مارس الماضي عندما اعلنت الحكومة تعليق جميع الرحلات الجوية الى التراب الوطني في سياق اتسم بظهور نسخة دلتا ومع ذلك فان السلطات الجزائريات لم تتفض اي قرار من هذا القبيل في الوقت الحالي وبدلا من اغلاق الحدود قررت الحكومة ادخال بطاقة التطعيم لجميع المسافرين الذين يدخلون التراب الوطني عن طريق البحر يجب ان يمتد الاجراء الذي داخل حيز التنفيذ يوم الاثنين السادس ديجمبر ليشمل المسافرين جوا لكن وزارة النقل لم تعلن حتى الان عن اي تاريخ في هذا الصدد السفر ورحلات الجوية باقل من 250 يورو الى الجزائر اثناء انتظار قرار محتمل بشأن موضوع الحدود يستمر برنامج الرحلات الجوية الى الاراضي الوطنيات وفقا لنفس الصيغة المعمول بها منذ عدة اشواء مع ذلك لا يزال العديد من الجزائريين ضحايا لشائعات السفر وهكذا شارك العديد من مستخدم الانترنت في الايام الاخيرة عروض رحلات جوية الى الجزائر باسعار تقل عن 250 يورو تظهر لقطات الشاشة التي يتم تداولها على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية على وجه الخصوص عروض تذاكر على خط باريس الجزائر مع توقف في مدريد وكلها تبدأ من 236 يورو للفرد بالاضافة الى ذلك فان اسعار التذاكر المعروضة اقل بكثير من المتوسط الحالي في الواقع تبلغ تكلفة التذكرة على خط باريس الجزائر لرحلة مباشرة ما بين 500 و700 يورو لذلك من المستحيل الحصول على تذاكر بنصف هذا السعر لرحلة مع توقف وبهذا المعنى تذكر ان الشركات الوحيدة المصارحة لها بالعمل من فرنسا الى الجزائر هي الخطوط الجوية الفرنسيات والخطوط الجوية الجزائريات وخطوط اس اليرلاينز وتيرانسافيا وفويلينج وبالتالي فان الشركات الاخرى التي تقدم تذاكر سفر بين البلدين تبيع الرحلات الجوية التي تشكل جزءا من جدولها المعتاد والذي لم يتم التحقق من صحته من قبل السلطات الجزائرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة